تماشيا مع استراتيجيتها 2021-2025 التي تتضمن محور البنية التحتية والتكنولوجيا واعتماد الهدف الاستراتيجي للتحول الرقمي بدأت هيئة مطار الشارقة الدولي بتطبيق نظام إدارة تدفق المسافرين وصفوف الانتظار الذي يسهم بتعزيز الكفاءة في العمليات اليومية عبر مناطق إنهاء إجراءات السفر والتدقيق الأمني والجوازات ونظام التحقق الآلي لبطاقة الصعود الذي يعمل على تعزيز مستويات الأمن وتسريع إنهاء إجراءات المسافرين ويرفع طاقة الاستيعابية للمطار ويعد تطبيق هذين النظامين جزءا من العديد من الحلول المبتكرة التي نفذتها هيئة مطار الشارقة الدولي بهدف توفير بيئة ذكية متكاملة ترجمة نانسي قنقر